تضعف عدد الشركات التركية المستثمرة في الجزائر بسبب مرونة القوانين الاستثمارية إن اعتبر رجال الأعمال الأتراك أن السوق الجزائرية تتوفر على كل شروط النجاح جاء هذا بعد سلسلة من الإصلاحات التي وضعتها الحكومة الجزائرية وبالتنسيق مع نظيرتها التركية أحمد بطاف هنا بالمجلس الاقتصادي الجزائري التركي يسعى رجال الأعمال الأتراك للدفر بفرصة الاستثمار بالجزائر في العديد من المجالات بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة زيارة الرئيس التركي طيب راجب أردوغان جاءت لتدعيم مصاري تقوية العلاقات الجزائرية التركية الآن رئيسنا كي جاء 150 رجال الأعمال وهكذا كذلك كان 200 رجال الأعمال الجزائرين أمنيتنا إن شاء الله ندر التجارة ومتلع علاقة مليحة سياحية توريزيم نحن هنا دورة الجزائرية فتحتنا البيبان لنخدم هنا في جزائر عادكم وجزائر فيها خدمة مليحة وفيها جاية تتفتح مليحة خدمة تاعة وليحب يعني يخدم هنا يجي ما يندم في جزائر يعني المستثمرون الجزائريون بدورهم تباحتوا مع نضرائهم الأتراك عن فرص الشراكة تحت مبدأ ربح ربح واستقدام الخبرات التركية في العديد من القطاعات نحن في أمس الحاجة إلى الأتراك والأتراك في أمس الحاجة إلى الجزائريين وهذا كون أن التاريخ يربط بين البلدين الشقيقين وهناك إرادة سياسية للبلدين إن شاء الله سنعمل معا سواسيا لنحقق الرفاهي والإزدهار لبلدين الشقيقين الهدف تحنام اليوم إن شاء الله هو كسب الخبرة من عند الرجال أعمال أتراك في ميدان البناء في ميدان الصناعة الصناعة المتعلقة خاصة بالبناء وكذلك لوجود شاركة ربح ربح معهم في هذا الإطار 3.5 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين الجزائري وتركيا وحسب الرئيس التركي أردوغان يجب التسريع في رفع هذا الرقم إلى 5 مليار دولار نهاية السنة الجارية